المسخن الفلسطيني على اصوله معقول تشتي الدنيا ويكون موسم زيت الزيتون والبصل والسماء وما تحضروا مسخن فلسطيني على اصوله والمسخن له ذكره كتير حلوه براسي لما كنت عايشة بفلسطين وانا صغيرة كانت ستي تخبز خبز الطابون بفرن الطابون وبعدين تعملنا عليه مسخن وكان تكون ريحته وطعمه بشحي واليوم نحن نعمله على طريقتها بالبداي بحط ثلاثة كيلو من البصل وبحط عليهم كوب ونص من زيت الزيتون معلقة كبيرة من الملح وفلفل اسود ومعلقة كبيرة من الكمون وبغطيهم عشان يستوع نار هادي وما احتاج كتير من زيت الزيتون الجاج رح نسلقه نص سلقه بالبداي بحط الجاجه مي مغلية بقيم عنه الزفرة بحط المطيبات بعد ما يسل له نص سلقه باخده بحطه فوق البصل ليكمل سوا من قيمه من فوق البصل بنعمله تتبيلي عباره عن ليمون زيت زيتون مليح بابريكا بهارات مشكله وسماء بخلطهم بدهنهم على الجاج على الفرن لحتى يتحمر هلا كيف بعمل المسخن باخده بتنيه زي ما انتم شايفين هلا بالفيديو بعدين بحط اطرافه بزيت الزيتون بغطصهم كتير منيح بزيت الزيتون بعدين بعبي عليه كمية من البصل وعفكرة حطيت نصف كمية السماء هي تقريبا ربع كوب مع البصل وربع الكوب التاني برشه على الوجه بدخله بحمره من تحت ومن فوق عشان يكون مؤمر بعدين بصفت عليه هالجاجات المحمرين اللي بي شهوا عن جد بي شهوا وبرش على كل طبقة من الخبز لوز وسنوبر